موسيقى 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 السلام عليكم ازيكم احلى شباب عاملين ايه ربي دايما تكونوا بالف غير النهاردة نزلت لعبة باب جي نيو ستيت نسغة الالفة الاخيرة اللي هي هتستمر معنا لمدة يومين وبعد كده اللعبة هيتم اغلاقها لموعد صدورها بشكل رسمي يوم تمانية احداشر اللي هو الشهر القادم باذن الله بالنسبة للناس اللي عندهم مشكلة في التسجيل والناس اللي عندهم باقة النت قليلة ما تشغلش نفسك بالنسخة دي اللعبة كلها كام يوم وهيتم اصدارها بالكامل انا بقول الكلام ده مع احترامي لجميع اصحاب قنوات اليوتيوب لان في ناس كتير بتطلع تقولك الحق حمل النسخة انت تخش تحمل النسخة تلاقي اللعبة تشتغل معك يومين واللعبة تقفل ترجع انت تقول ازاي ده انا لسه منزل النسخة ما هي النسخة اساسا بيتا النسخة هي مدتها يومين والنسخة دي هتقفل هي معمولة هي حاجة اسمها تكنيكل تيست شغلي تاكنيم معمول عشان خاطر يعني تبقى هل هو التجربة الاخيرة بالنسبة للنسخة بابجي نيوستير بعد كده اللعبة خلاص هي هتشتغل يوم فالمعضب يعني متشغلش نفسك بالكصة اللي انت هتحمل اللعبة دلوقتي اللعبة جماعة دي نسخة بيتا ومش هتاخد على اي حاجة انت بتخش بتجربها والله انت بقى لو انت عندك المشكلة ان الباقة مش فرقة معاك وانت ما عندكش اي مشكلة عادي اللعبة انا برضه هسيب لك الرابط اللعبة موجود تحت في الوصف انت لو انت حابب تلعب يعني ما فيش اي مشكلة المهم يا شباب بعد تشغيل اللعبة يعني بتلاقي هنا الرسالة اللي طلع عليك بتقولك انت بتلعب بانهي صابع يعني بتلعب بصبعين ولا بثلاثة ولا باربعة وده معناه شباب ان اللعبة فيها نظام وده اللي انا شايفه بصراحة بعد تجربت الاولى للعبة اللعبة منظمة بشكل كويس وطالما اللعبة منظمة فانت اكيد هتعرف تلعب اللعبة وهتبقى مرتاح فيها زي مثلا النظام الانجازات يعني فيه ناس يعني فيه ناس بش كلهم يعني فيه ناس ما ايهاش عارفة موضوع الانجازات اللي بتبقى موجودة في اللعبة فالناس بتخش ساعة تستلم الهدية بتاعت الانجاز ومش عارفة هي اساسا عملت ايه هي بتستلمه خلاص طبعا فيه ناس تانية فهم عارفة هي عملت ايه بالظبط بس هو هنا منظم لك موضوع الانجازات ده بشكل كويس جدا يعني مثلا هنا جايب لك نخش مثلا على موضوع الانجازات ومشق زب ما انتو شايفون هنا شباب كده جايب لك ده دي الاصفحه الخاصه بالانجازات اللي انت بتعملها في اللعبة ومصنف لك كل حاجه الوحيده يعني الخريطة بتاع Уتروة لا انجازاتها وخريطة انجل لا انجازاتها وبشكل عام فحاجة اسمها المجد وهحاجة اسمها نظام الميدليات هو منظم لك كل حاجه.. كل ما تتخش على اي حاجه من دي انت بتعرف انت عملت ايه مثلا في الخريطة دي يعني الإنجازات هنا يعني هو منظم لك الدنيا بشكل كويس أو بصراحة يعني شايف يعني اللعبة يعني تستاهل اللي انت ممكن إن شاء الله لما تنزل تقدر لنت تحملها لأنها لعبة منظمة وزي ما قلت لك راما اللعبة منظمة فأكيد اللي انت هتحب ان انت تلعب اللعبة ويا شباب مع أول تجربة لخارجة التروي الجديدة وتلاحظوا هنا إن جوضة الصورة يعني متحسنة بشكل كبير جدا عن نسخة باب جي الأصلية ودي بتعتبر أهم حاجة في أي لعبة إنك بتدور عليها هي الجرافيك والفريمات أنا ألعب على كام فريم في اللعبة هنا بقى موفر لك الحاجتين بتلعب على أعلى جرافيك وبتلعب على أعلى فريم في اللعبة يعني اللعبة ولا يبقى فيها لجات ولا فيها أي حاجة وبرضو النقطة المهمة يعني اللي برضو الناس يعني عشان تاخد بالها إن الهاتف اللي معاك أو الموبايل عليه عامل كبير جدا يعني انت لازم يكون موبايلك كويس عشان خاطر تقدر تستفيد بكل الإمكانيات اللي موجودة في اللعبة غير كده إنت بتضطر إلي إنت تعمل فريم جودة قليلة يعني بتزبط الفريم الفريم عندك هنا ممكن تعليم وتقلل في الجودة عشان خاطر تعرف تلعب اللعبة دي بالنسبة للناس اللي عندهم الأجهزة الضعيفة لكن بالنسبة للأجهزة طبعا القوية إنت هنا بتقدر تجيب أعلى فريم وأعلى جرافيك في اللعبة يعني اللعبة بتعمل معاك أي مشكلة خالص وأنت بتلعب ولا يبقى فهلاجات ولا في أي حاجة طب يا شعاب عشان ما طولش عليك الفيديو أكتر من كده عشان اللعبة طبعا هتحتاج فيديوهات كتير طب كيه من نهائي للعبة أنا بصراحة أعطي اللعبة ديت عشرة على عشرة ده من وجهة نظري وبصراحة يعني أنا إن شاء الله همسح لعبة بابجي الأصلية من على موبايلي وإن شاء الله اللعبة دي اللي هستمر فيها هتبقى موجودة معايا على الموبايل ده من وجهة نظري لأن اللعبة بصراحة طالما اللعبة زي ما قلتلك في الأول اللعبة طالما فيها نظام فأنت بتقدر ترتاح في اللعبة وبتقدر لأنت تحب اللعبة وتلعبها ده تقييم النهاء لللعبة عشرة على عشرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا